بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم اليوم إن شاء الله حنبدأ أو نكمل محاضرة ال Eye Assessment والEar Assessment والمحاضرة اللي بدناها المرة الفاتت في ال Head وال Neck وال Eye والEar إذا أنتو ذكرين احنا تكلمنا المحاضرة السابقة على ال Head وال Size بتاعتها وال Shape وكيف نعمل Assessment وكيف نعمل Rotation أو كيف نعمل عملية Movement لإلها بعدين تكلمنا ودخلنا في ال Eye وفي External Ocular Structure أو التركيب الخارجي للعين وطبعا موضوع العين موضوع مهم جدا وموضوع مهم بالنسبة للميديكال سيرجيكال كمان لأنه في الميديكال سيرجيكال بنأخذ ال Eye أو الإفثالميك ديزيز والمشاكل العين وأمراض العين توقفنا المحاضرة الفاتت لحديث البيوبلز اللي هو البيوبلز تاعت العين أو بقبو العين زي ما بنسميها البيوبلز بدي أنا أشوف إيش عملية ال Assessment لإلها بعدين كيف نعمل Test for Accommodation للتكيف مع الضوء بعدين بدنا نعلمكم كيف نعمل عملية Visual Acuity كيف نفحص حدة البصر بعدين بدنا نشوف ال Reflexes الموجودة وحركة العين من خلال البول أو البول اللي بتاعتها اللي هو كرة العين بعدين نروح للإير ومشاكل الإير طيب خلينا نقول البيوبلز طبعا احنا بنعرف ان البيوبلز هي بقبو العين وهي زي ما بنسموها الشكل الدائري الموجود داخل الآيرس أو داخل القزحية بتاعت العين طبعا البيوبلز تاعتنا لازم تكون في العين اليمين زي العين لشمال Notes, Size, Shape and Equality يعني لازم يكون الحجم اقيمه اقيم الشكل بتاحها واقيم ال Equality بتاعتها التركيب بتاعتها الموجودة عندي ولابد ان يكون العين اليمين زي العين اليسار العين اليمين زي العين اليسار بالنسبة للحجم وبالنسبة للشكل وبالنسبة للتركيب طبعا تركيبتها احنا بنعرف شكلها دائرية الشكل وحجمها بتمحور ما بين يعني خلينا نقول دائرة صغيرة قطرها بكون ممكن من 2 الى 3 مليمتر مثلا وتزداد وتنكمش على حسب الاضاءة وقرب الاضاءة وبعض الاضاءة منها طبعا البيوبلز ال Quality بتاعته لازم تكون Round زي ما احنا قلنا Clear and Equal لازم تكون دائرية وصافية يعني خالية من الشوائب خالية من اي جروح خالية من اي مؤثرات وفي نفس الوقت Equal يعني اليمين زي الشمال Equal التنتين او خلينا نقول شكل دائر منتظم في اليمين زي شكل دائر منتظم في الشمال Test Pubular Light Reflex اهم شغلة للبيوبلز انا عشان افحصها لازم اشوف مدى انعكاسة او مدى استجابتها للضوء بنسميها Light Reflex Pubular Light Reflex قديش استجابة قديش انعكاس قديش التفاعل لبيوبلز الموجود معنا مع الضوء اللي بدي انعكس عليه فبقول لي Darking the room and ask the person to gaze into the distance يعني بطف الغرفة وبقول للمريض الامامي او للانسان الامامي اطلع على مثلا على الجلم اللي قدامك او اطلع على الحيطة الامامك فعمليا انت ايش تتوقع من البيوبلز في هدى الحالة لما تكون انت في غرفة مضاقة ااسف غرفة معتمة وقال لك انسان او مطلوب منك انك تشوف الموجود على الحيطة فايش بدي يصير في البيوبلز طبعا البيوبلز هيصير فيها Dylated ليش Dylated عشان تستطيع رؤية المسافة او الحيطة البعيدة فطالما الغرفة معتمة فبصير فيها استجابة للبيوبلز انها تعمل Dylated عشان تستطيع رؤية ايش الابجيكت او الحيطة اللي بعيدة بشكل كبير فقال لي عمليا هذا طبيعي احنا بنحكي عنه هذا البيوبلز طبيعي طيب ايش الغير طبيعي بالنسبة لبيوبلز قال لي Restings adult من 3ML الى 5ML مليميتر طبعا اسف مش ML MM مليميتر فقال لي عمليا انه ممكن يكون النتيجة بتاعتنا او البيوبلز تاعنا في مشكلة من 3 مليميتر الى 5 مليميتر طبعا هنا بكون كبير حجمها كبير هذا طبعا abnormal اي تغيرات في البيوبلز اي تغيرات يعني ما ما صارش فيها dilated صار فيها constricted اي تغيرات في البيوبلز سواء كانت في الشكل او في size او في shape بقول لي على طول الخط حط سهم وقول لي انه في هنا مشكلة في central nervous system ليش لانه الاي مربوطة بشكل مباشر في central nervous system زي ما احنا عارفين فعمليا اي خلل في البيوبلز وين في خلل في الايش في central nervous system انجر في اصابات الجهاز العصبي المركزي طيب كمان قال لي ممكن انا لاحظ في البيوبلز اللي هو الكترك والكترك احنا قلنا قبل هيك محاضرتنا السابقة انه في عنا عملية اللي هي الكترك موجود شايف كيف الكترك موجودة والكترك وهي عبر عن accumulation build up of protein clouded the eye lens اللي هي عدد ستين فيه تكوين طبقة بروتينية موجودة على العين بتأدي الى which lead to blurred vision بتصير الرؤية زي ما نسميها باللغة العربية مزغولة او عمليا مش شايف او ممكن تؤدي احيانا الى انه العمى انه blindness الموجودة عنا فشايفين النقطة هادي او الدائرية البيضة هادي هادي هي الكترك الموجودة فهي بغا تراكم مادة بروتينية على اللي هو عدسة العين تؤدي الى زغولة في العين او عدم رؤية او احيانا الى العمى هادي الكترك المش عارف شو يعني كترك موجودة عنه طبعا اكيد هتخدوها في وحتى عمليا انت يعني مجرد تحط اللايت على اللينسز عطول تبين معك الكترك الموجودة عندي من خلال البيوبل طيب النوع التاني او التست التاني بنسميه احنا تست فور اكميديشن اكميديشن هو التكيف والتكيف ايش هي البيوبل تتكيف نعم تتكيف مع الضوء الموجود فعمليا انا بدأ شوف مدى تكيف البيوبل مع الضوء الموجود عندي فمنسميه تست فور اكميديشن تست فور اكميديشن قال لي باي اسك ذا بيرسون تفوكس ان دست او دست اوبجيكت ديس بروسيس ديليت اد بيوبل صح ولا لا قلنا لك انه اطلب من المريض او اطلب من الانسان الامامك انه يركز في اوبجيكت اوبجيكت ولا يكون قلم ولا يكون قلم اصبعك اي اشي مسافة بعيدة بعدها كتير على البيوبل وقلو يركز فيها شايف اللي اصبع هذا حيقولك شايفه طب انت في هاد الحالة ايش تتوقع من البيوبل هصير فيها ديليت ليش ديليت اجعلت انت تستطيع رؤية الجسم البعيد بعدين قرب القلم هذا البعيد قربه على مثلا حفة انفه او قربه بمستوى من 7 الى 8 سنطة عن العين او من الانف normally البيوبل بيصير فيها constructed ايش مالها بيصير فيها constructed باختصار شديد الابجيكت اللي بكون بعيد البيوبل ردت فعلها هيصير فيها ديليت الابجيكت القريب هيصير فيها constructed ليش لان عمليا انا بدي ابذ المجهود كبير عشان اشوف الابجيكت او القلم البعيد فعشان هيك بيصير فيها dilated طب لما تقرب لأ العين ما بدهاش مجهود كبير فبالتالي عمليا بيصير فيها constructed دائما نحفظ المصطلح برلل برلل means انه عمليا ال eye pupils ال eye blue pupils لازم نصير فيها response مع light كالتالي p means pupils equal pupils equal p round r round دائرية r تانية reacted to light reacted to light and reacted to light and ruck accommodation يعني برلل means انه pupils equal يعني العين او pupils عمليا equal متساوية الحجم متساوية الشكل and قلي round دائرية الشكل قلي reacted to light بتتفاعل مع الضوء سواء بعملية الdyletation او عملية الconstruction وكمان قلي accommodation تستجيب او تتأقلم مع الاضاءة الموجودة عندي طيب لو قلي ما فيش عندي الكلام هذا اقول انه ما لا في dilated ولا في constructed قلي absent of construction or convergence convergence يعني التأقلم او التقارب غياب الconstruction والتأقلم convergence يعني الdyletation اللي بتصير في العين قال لي means انه فيه عنا خلل موجود في العين وبالتالي ممكن تكون خلل موجود في center normal system اذا عمليا اذا كان الaccumidation في خلل معناه في absence في construction والconvergence وهو التقارب الموجود عند احيانا ممكن يكون في خلل من نوع ثاني asymmetrical response يعني العين اليمين ما بتستجيب ازاي العين الاشمال يعني العين اليمين فواد والعين الاشمال فواد حور جيكم فيديو ممكن يساعدنا في عملية الفحص الموجود لاحظ كيف يعني بدنا نشوف كيف يعني هاي طلع الobject هو القلم او بعدين لما اه طلع بعدين قلها تطلع الحيطة يصير في البيوبلز ايش مالها بصير فيها ايضا اذا مرة تانية عشان تكون موجودين اكميديشن لاحظ 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 ايش بقول لي هادي كريني الناير رقم ثلاثة ورقم اربعة ورقم ستة هذا نتذكر لان يجينا الكلام هذا لما ساعة لو قصة ثانية طيب كيف بيجي قال لي عمليا انا بدي اجيب اي اوبجيكت زي ما انتم شايفين الابجيكت الفيدو قالها اتبع ركزي في الهادي قربها على النوز تقريبا من 7 الى 8 سانطة هيصير كونس كونس ركت بيوبلز كونس ركت بيوبلز لاحظ بعدين لو بعدها قالها ركز الحيطة هيصير في عنا ايش بيوبلز زيلاتيشن ارجو يكون التست واضح تست سهل طيب تست اخر قال لي فيجوال فيلد اللي هو عبر عن الرؤية او مجال الرؤية اللي هو اختبار مجال الرؤية قال لي تست يوز باليويتد بريفرال اكس تست فيجوال فيلد يعني قال لي عمليا بدي يشوف انه الانسان هادو الامام اقيم الرؤية الطرفية يعني مثلا الجانبية هل بيشوف من جانب عن يمين وعن الشمال قال لي اي خلل بكون فيه انه خلل مسمي هيمو نوبيا هيمو نوبيا او هيمو نوبيا مينز اللي هو العمى الشقي العمى الشقي يعني 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 عمليا هو برى يرى نص النص اليمين لا يرى النص الشمال بالعينتين او بعين واحدة يعني فيه جزء جزء من الرؤية مفقود عنده يعني جزء الطرفي طبعا يا اليمين يا الشمال انه بشوفش فيه فهم نسميه هيمو نوبيا هيمو نوبيا مينز اللي هو العمى الشقي شقي يعني هو برى شق والشق التاني برش يعني فيه عمليا طرفيا ما بشوفش فيها يعني لو قلت له شايف العليمين ما بقدرش يشوف العليمين لانه الرؤية عنده هاف نصفية يعني شايف نص المجال والمجال التاني مش شايف النص طبعا هادي لازم يكون عارفين اللي هو الهمونوبيا الهمونوبيا اللي هو عبارة عن فقدان الرؤية الطرفية او زي ما نقول بنسميه العمى الشقي طيب نيجي للتست اوف فيجوال اكيوتي اكيوتي اللي هو حدة البصر او حدة النظر طبعا كل هيتنا بنعرف ايش يعني حدة البصر وحدة البصر عملية التست بتاعتها عمليا الصعبة وفي منكم ممكن شافة او في منكم عملها اللي هي عبارة عن السلينة شارت اللي انتو شايفينها من خلال الصورة اللي بدو ارجيكو اياها الان اللي هو عمليا ها شوف كيف هاي السلينة شارت شايفين السلينة شارت الموجودة امامنا طبعا في بعض المستشفات بتحط سي في بعضهم بحط مثلا حرف تاني على حسب احنا ان السلينة شارت الموجودة عنا السلينة شارت بتاعتنا اللي هي الصورة الامامكم طيب هنرجع للفيديو قل اسك دابيشان تو ست اندستاند ستة متر ستة متر ان كفر ليفت اي عمليا اطلب من المريض يقف يقعد ستة متر بعيدا عن بعيدا عن السلينة شارت او بعيدا عن المسافة ما بين السلينة شارت اللي بتكون على الحيطة تمام انا قال لي كمان غط العين اللي مش مطلوب تفحصها يعني انا بتفحص اليمين غط الشمال في يعني في مثلا ورقة او في ايدك اي اش المهم وبليك وبليك يعني معتم تمام يعني انا بتفحص عينين يام اليمين يام اليمين العين اللي بدك تفحص بتظل ها مفتحة والعين اللي بتكاش تفحص ايش منسكر عليها يبدأ يقرأ الحرف يقرأ الحرف هايقللي اي اف بي كزا على حسب الاحرف الموجودة عندي تمام تمام وعمليا عملية اللي قراءة and move downward وندعنا ننزل ننزل لغاية smaller line لغاية اصغر حد and can lower discream all the latter repeated test with other eye اذا والله ما قدرش يفحص او ما قدرش يقرأ كل الحروف حينيته بنقف ومنقول نظره كزا على ستة تسعة على ستة اطناعش على ستة هلقيتها هفهمكم كيف and ومنعيد الفحص هذا بالعين الاخرى منسكر العين الفحصناها ومنفتح العين المش مفروصة ومنطلب منه انه يفحص اي خلل منقول عنه ممكن انه انه والله عنده عمى او مايوبيا ايش يعني مايوبيا مايوبيا اللي هي قصر النظر impaired distant vision يعني بيشوفش المسافات البعيدة بيشوفش الاشياء البعيدة هلقيتها هنحكي عنها او هايبر اوبيا والله هذا عنده مشكلة فيه اللي هو النظر او قصر النظر بمعنى الاسف اللي هو بعد النظر اللي هو impaired near vision يعني ما بيشوفش المسافة القريبة هنشرحها اكتر من خلال الفيديو الامام نلاحظ انا بطلب منه يسكر لاحظ بطلب منه يسكر العين ممكن احط card يعني احط ورقة او احط شاشة او احط اي شيء المهم اغلق العين اللي انا بديش اياها تمام تمام والعين اللي الشمال مفتوحة المسافة بين الشخص وبين الشارت ممكن تكون حيطة مثلا او تكون ورقة اه او يكون كذا بينه وبينها لازم يكون 6 متر طب ايش هاي 6 متر اذا كنت تقس بالقدم بتقول 20 قدم لانه اتنين نفس الاشي ال6 متر هي 10 قدم هنا بحب يقس بالقدم فبنقول 20 لاحظ ال20 هاي متكرر 20 على 200 20 على 100 20 على 70 20 هي سابت هي المسافة ما بين البيشانت وما بين السن اللي شارت او بين اللوحة اللي انا بتضفحص عليها واضح واضح طيب عمليا احيانا بعض الناس بيقول لك والله انا ما عنديش غرفة 6 متر طيب في بعض المستشفيات فيش عنده غرفة 6 متر طيب ايش اعمل ايش تعمل عمليا بحط مرور بحط المراية المراية هادي عمليا بتقول لي انه بينها وبينه 3 متر فبتصير انت بينك وبين المراية 3 متر والمرأية اه انعكاسها 3 متر هي 6 متر فيمت كيف يعني مثلا لو رحت عمستشفى العيون ومعظمكم حيروها عمستشفى العيون حيلاقي انه ما فيش غرف او عيدات 6 متر مستحيل فايش بيعمل وبحطوا مراية وبحطوا تسلل تشارت وراها فالسلل تشارت المسافة بينه بينها ايش 3 متر والمرأية انعكاسها كمان 3 متر هيصرت 6 متر طيب اذا مش موضوعي المراية ومش مراية المهم موضوعي انه في عندي عمليا 6 متر هي المسافة السفت او 20 قدم ببلش باجي بقول له انا هيني جنب اقرأ ببلش اقرأ مثلا الحرف الاول E F B T O Z او O Z تمام L B E D مثلا سكر العين الاولى فحص العين التانية تمام ايو بفعص نفس الكلام تمام الان السؤال لو ايجينا وقفنا عند هنا والله ما اعرفش يقرأ الحروف هذه معناه ايش نظر بصير 20 على 40 اللي هي 20 ايش قلنا المسافة ما بين وما بين 20 على 40 طب ممكن نغيرها نقول 6 مثلا على 12 ممكن ممكن نغيرها باي لغة بدك اياها اذا انت بدك 10 من متر بدك تقول والله نظره 6 على 12 6 على 9 6 على 21 هل قيت حفرهمكو اش يعني 6 على 21 المهم في الاخر انه وين وقف انه وقرأ والله واحد يقول لي والله ممكن يقرأ كل هادي تمام كله ماشي نظره والله 20 على 20 طب لاحظ انت ايش في خط احمر طب ايش تحت الخط الاحمر تحت الخط الاحمر هذا الناس الخوارق زرقاء اليمامة يعني انه ما استطيع رؤية الاشياء البعيدة جدا 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 وطبعا هذا الخط الاحمر صعب الانسان يوصل له في ناس ممكن تكونوا خرقين لكن عمليا انا بحكي عن النورمال بيرسون فعمليا انا باجي بفحص واحد قال لي طب عرف حرف والباقي ما عرفوش بنعد نفس الاشي 20 على 40 طب عرف نص سن ونص اي خلل في اي وحد ولي يكون اتنين من اي خلل في اتليست بنعد وقف النظر هنا عند وقف فينا باجي على طول الخط بترجم بقول 20 على 40 وقف فينا بقول 20 على 50 وقف فينا بقول 20 على 30 او 6 على 12 او 6 على 9 او 6 على كذا احنا خلينا بنظام ال6 احسن ولكن 6 على 12 ايشو يعني 6 على 12 ركز في الكلام لانه هدو بيجي اسألة في امتحان يعني هاد الانسان الامامكو قلنا قلنا له نظرك والله انت 6 على 12 ايش يعني 6 على 12 الستة هو الانسان ايه 6 على 12 ايش 6 قلنا الستة هي عبارة عن ايوه المسافة ما بين وما بين طب الـ 12 نتيجة فحصه ايش الـ 12 نتيجة فحصه او الـ 50 هادي نتيجة فحصه الذي يراه لاحظ ركز الذي يراه يعني 6 على 12 هلي بينا نترجم 6 على 12 شو يعني يعني انا طلع نظر 16 الذي يراه الانسان الطبيعي على مسافة 6 متر اراه انا على 9 متر ها ايش معنى الكلام هذا معنى الكلام هذا انه انه عندي قصر نظر معنى الكلام هذا ايش عندي قصر نظر يعني الذي يراه مثلا فسر ما يلي سؤال فسر ما يلي ايش يعني نتيجة نظرك طلعت 6 على 21 ايش يعني اه بدك تفسر لي الذي يراه الانسان الطبيعي على 6 متر انا اراه على 21 متر يعني وليكن هناك في قار مسافتها مثلا 20 متر اللي بيشوف الانسان على 6 متر يعني الانسان الطبيعي شاف لي على 6 متر انا شايف على 21 متر مش شايف يعني عمليا في عندي ارجو كل فهم احنا طوالنا فيها شوي بس انا مهم بالنسبة لي لان عشان تفهم ان كتير من مش عارف اش يعني مثلا 6 12 6 6 6 21 6 21 21 في ناس كتير بتعرف ش تفسرها انا بتأكد ان دائما الست هو الانسان الطبيعي الذي يراه الانسان الطبيعي على 6 انا اراه على 9 الذي يراه الانسان الطبيعي على 20 انا اراه على 50 يعني في عندي مايوبيا في عندي قصر نظر فعمليا بتديك نتيجة التحليل من خلال وين وقفت وين وقفت انت بالنسبة للفحص الامامك وقفت عند 6 مثلا هادي بقول والله نظري 20 على 30 يعني 20 30 يعني مثلا 6 على 9 من خلال الكلام الموجود امامك فعشان هيك لازم اكون فاهم الكلام هذا ارجو اكون الكلام واضح يعني عمليا هذا الكلام طيب انا عندي نظر 6 على 9 يعني الذي يراه الانسان الطبيعي على 6 اراه انا على 9 اذا انا عندي مايوبيا ايش يعني مايوبيا يعني قصر نظر ايش يعني قصر البعيدة هاي يعني معناها يعني في عندي يعني في عندي مشكلة او في عندي خلل في الرؤية البعيدة يعني انا بشوفش بعيد عشان هيك بروح ايش عامل نمركب نظارة والنظارة هادة عادة بتكون عملية تسقط الضوء بتاخد الضوء هذا وبتسقطه على اللي هو المكان الصحيح في القرنية وبالتالي عملية اه الرؤية واضحة ازان الناس اللي بتلبس نظارة هادول غالبا عندهم مايوبيا غالبا عندهم مايوبيا الناس الصغار يعني عشرين وخمس عشرين هادول عندهم مايوبيا وطبعا في عندهم اشي تاني منسمي الانحراف عنها كمان شوي ازان مايوبيا هي برعا اللي هو قصر النظر قصر النظر انه في عندي انا مش قادر اشوف المسافات البعيدة عشان هيك بقول له قصر نظر فمنركب له او ممكن يكون عنده هايبر اوبيا هايبر اوبيا عاد بتصير وين في الناس الكبار في السن بعد سن الاربعين الى الاربعين بصير في عندي خلال في الابتك نير وبالتالي بصير انا اشوف المسافات البعيدة يعني كبار السن لانه لازم نظار مثلا يشوف بعيد بيشوف بعيد لكن انه يشوف قريب يعني مثلا نقول له خد اجرى قرآن لازم نظار فعشان هيك حتى بسموها نظار النظر نظار النظر او نظار القراءة يعني اذا صح التعبير نظار القراءة لانه عنده خلال في الرؤية القريبة وهذه غالبا بتصير مع مين مع كبار السن اللي هم فوق سن الاربعين الالخمسة واربعين سنة لانه الاربعين وخمسة واربعين مش كبير في السن لكن بتصير هذا الخلال الموجود عنا اذا ارجو نكون الامور واضحة بالنسبة لهذا وطبعا الهايبر اوبيا بصير سقوط الاشعاع الضوئي بعد اللي هو الشبكية وبالتالي بصير في عنا عملية المشكلة فعشان نجيب نظارة مجمعة عشان نتجمع للضوء وطسقط وين على اللي هو الشبكية طيب التست الاخر بنسميه تست of كورنال افليكس كورنال افليكس قبل ما نروح نقول الاستيجماتيزم الاستيجماتيزم اللي هو الانحراف والانحراف بصير في عنا تبعثر في اللي هو الاشعاع اللي داخل للعين طبعته يعني مرة فوق ومرة تحت ومرة يمين ومرة شمال فبصير في عملية المام في العدسة اللي بنركبها استيجماتيزم بعض الناس بقولك والله انا عندي مايوبيا مع استيجماتيزم درجة نص درجة ربع درجة استيجماتيزم يعني في انحراف انحراف يعني الضوء الساقط على الشبكية بكون مبعتر ما بكون مجمع في منطقة واحدة طيب عنا test of corneal reflex corneal reflex من cornea cornea اللي هي القرانية عمليا قال لي by light touching of cornea wisp of cotnea يعني قال لي قرب من العين اي شيء مش شرط انه تكون coton يعني زي coton العودة فيها cotna العودة فيها cotna قرب علي ايش بيصير في عينك blinking ايش يعني blinking reaction ارتعاش او بيصير فيها عملية اللي هو تغميض وتفتيحي يعني blinking blinking يعني بتغمض الفتح بشكل سريع وطبعا الناس اللي عندهم فيه خلل بيكون reaction هدول اللي عندهم مشكلة في الكترك او مشكلة glucoma طيب قال لي testing for eye ball movement تحريك العين هذا الكلام عمليا انه قال لي ask the client to follow object بد اجيب object واجي افحص عملية ايش ال eye او six cardinal position هنورجيكو كيف بده نفحصها من خلال فيديو طبعا هذا الفحص قبل ما احنا نروح فيه للفيديو قال لي ask the patient to follow object with eye without movement head يعني قل له حرك عينيك معايا بدون ما تحرك راسك يعني فيه object امامي فيه قلم معايا حرك عينيك معاه بدون ما تحرك راسك وطبعا move object in each six position cardinal position يعني انا بدي حركه في مواضع مختلفة and return mid point after movement وخلي ركز معاك على اللي هو العين وبدنا نشوف حركة العين بالنسبة لان هل حركة العين مناسبة ام في عنا منسميها احنا مشكلة الحول او مشكلة انحراف في نظرة العين طبعا six cardinal position هذا من التست المهم جدا وعمليا اكيد انتو بتعرفوها تنشوفو في الفيديو امام كوا لاحظ هاي object من خلال اطلع نبعده عن الرؤية مثلا مسافة 20 الى 30 سنط وبنقول حرك طلع هاي position 2 مثلا ونقول حرك العين معاي بدون تحرك رأسك ونشوف كيف تركيز العين معاي بالرؤية الامام لاحظ لاحظ كيف هاي رؤية 1 2 3 1 2 3 والعين التاني لاحظ هاي بشوف كيف حركة العين نيستيجماتيزم اللي هو الابنورمال لاحظ نيستيجماتيزم اللي هو الابنورمال اللي بيصير عندي اذا عمليا 6 cardinal position اللي هو انا بدي حرك العين زي ما من عملية فوق على مستوى العين لتحت فوق على مستوى العين لتحت انت لو فتحت اليوتيوب بتاعتك ممكن تلاقي فيديوهات كتير تتعلق بال6 cardinal position يعني انا بمسك جلم بقربه على العين تقريبا 20 الى 30 سنطي وبحاول احركه لفوق بشوف حركة العين بدون بحرك رأسه بعدين على مستوى النظر بعدين لتحت وبشوف حركة العين اذا كان فيه انه حركة مناسبة معناها normal حركة فيه خلال بيكون نيستيجماتيزم اللي هو مشكلة العين رأرأة زي ما بيكون blinking او مشكلة الحوال لانه ممكن عين تكون ماشية باتجاه وعين اخرى ما فيش فيها اللي هو response للحركة هذي طيب نروح الير الان ارجو انه تكون كلام مع الاي واضح وتكون يعني مفهوم لانه احنا هنا بنعطيكو كمان فيديوهات بشكل ممتاز عشان تكون الرؤية عندكو واضحة زي ما انتو بدكو ان شاء الله طيب نروح للير احنا بنعرف ان الير ما عناش كتير تفاصيل فيها بالنسبة للهلس السيسمنت لكن عمليا الير بدنا ناخدها من الداخل اكتر اصف من الخرج اكتر فقال يعني اول اشي قال لي انت بدكو تشوف في الير اللي هو الدان قال لي الاذن بدكو شوف فيها مكانها هل هي في مكانها كمان موقعها من الرأس هل هي في المكان الصحيح الهيجين بتاعتها نظفتها هل هي نظيفة خلي بالكو الواكسز اللي بتطلع هادي احيانا في بعض المجتمعات بتكون نورمال احيانا مش نورمال طيب غضروف الاذني الموجود الكير في الفوق هل ماشي مع الاي كورنر هل الكارتلج بتاعت العين ماشي مع زاوية العين عشان اشوف وين الاذن هل في موقعها ولا لا قال لي زاوية العين هادي امشي فيها خط 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 هل ماشي مع الكارتلج بتاع الاير او لا حنيتها انا بقول انه الاير والله هي مناسبة او مش ناسبة فقال لي في عندي abnormal قال لي مايكرو طوشيا مايكرو مينز اللي هو small is قال لي ماكرو طوشيا مينز large is يعني الاذن الصغيرة والاذن الكبيرة الاذن الصغيرة بتكون احيانا ناتجة عن مشاكل خلقية زي ما مسميها bat اير bate اير اللي هو اذن الخفاش او ماوس اير اللي هو اذن الفقر فيه اشكال متعددة من اشكال الأذن الأبنورمال ما كروتوشيال هو الأذن الكبيرة برضو هذا بتكون ناتجة عن مشاكل تتعلق بالتشوهات الخلقية أو ممكن مشاكل جراحية أو كومبليكيشن إلها ممكن أحيانا يكون مشكلة إديمة يعني إنه فيه إديمة في الأذن أو ريدنس وريدنس هذا دائما إنديكيتد لإيش للإنفلميشن الكرست أوفر إكستيرنال إير الكرست يعني قشور القشور على الأذن الخارجية ممكن تكون ناتجة عن إكزيمة إكزيمة اللي هو التهابات الجلد أو يكون فيه إنا درماطايتس اللي هو برضو التهابات الجلد إذن عمليا الإير لازم تكون موجودة في مكانها لازم تكون نظيفة لازم تكون ماشية مع زاوية العين وماشية لازم تكون لا سويلنغ ولا ثيكنيس مايكروتوشيال مينز كزا مايكروتوشيال مينز لارجر والتنتين كونجينتال أنوميليز والتنتين ناتجة عن أمراض إديمة وريدنس وكريست برضو لازم ناخد بالنا منهن قل الإير كمان ممكن يصدر منها افرازات أو روائح احيانا ممكن تكون ناتجة عن ثقب في طبلة الأذن ناتجة عنها ويؤدي هذا إلى أن يكون فيه افرازات من الأذن ورائحة كريهة كمان فورنباضي ممكن بعض الأطفال بلعب في إشي حطه فدانه حبة حمص ممكن شغل صغيرة ممكن لعب صغيرة دخلت في الأذن وإحنا مش واخدين باننا بتصير بعد فترة فيه رائحة كريهة وفيد الشارج تطلع كدفنس ميكانيزم من جسم النسان يعني أحيانا بطلع لهو تقيح أو بطلع زي ما قلت لك الشمع الأصفر الموجود بشكل غزير هذا كله هيتو بطلع أحظه وأخد بالي منه بالنسبة للأذن الموجود عندي قل أحيانا بيرليانت أوتوريا بيرليانت أوتوريا يعني فينا دشارج مقيح أو يخرج من الأذن دشارج بيرليانت لونه أصفر هذا مكون أي إسفرار أو أي تقيح يخرج من الأذن أوتايتس إكستيرنا أوتايتس ميديا يعني يالتهاب الأذن الخارجية يالتهاب الأذن الداخلية فرانك بلد يعني شرائح دموية أند كليري ووتري أو أحيانا يصدر منها اللي هو يعني إذا ما نقول سائل شفاف شي يشبه الماء مسميه درينج سباشالي آفتر تروما وخصوصا بعد حادثة أو بعد خبطة هذا مينز على طول الخط يعني كتير أطفال عندنا بتلاقيه وجع أو خبطته سيارة أو خبطته متسجل إذا طلع من الأذن بتاعته بلد خفيف أو دشارج خفيفة مينز إنه سكالف راكشا مينز إنه في عنده كسر في الجمجمة فأنت لازم تأخذ بالك والله تقيح طلع معناها أوتايتس ميدي أو أوتايتس إكسترنال تهاب الأذن الوسطى أو تهاب الأذن الخارجي طيب إسمكتد إير أو إير كنال بدي أنا الآن أفحص اللي هو القناة الأذنية إكسترنال أوتايتس أوتسكوب أوتسكوب اللي هو الجهاز اللي حكينا عنه في المحاضرات السابقة إنه يستخدم لفحص العين وهو يشبه لفتالموسكوب وجهاز صغير يتمثل برأس له مدبدبة تدخل داخل الأذن وفي داخلها لايت وأنا بكون مسكها وبفحص فيها الأذن الداخلية إحنا بنعرف إنه الإير كنال جاي بشكل إيش جاي بشكل منزلق يعني جاي بشكل نازل فعمليا أنا لما آجي أدخل فيها أي جسم غريب ممكن يخزقها ممكن يصير فيها ممكن يصير فيها ممكن يصير فيها مشكلة فعشان هيك أقل لي قبل ما أنت تدخل أي جهاز بدك تشد الأذن إلى 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 وين إلى أب وورد لفوق الكارتليج يعني بتشدها لفوق وللخلف لفوق وللخلف عكس الأطفال لتيحته وللخلف إذن أنا خلينا في الكبار لفوق بشد الأذن الخرجي لفوق وللخلف عشان يصير فيه ستريت للقنال طب ما صارش ستريت للقنال ما هو أنا لو دخلت اللي هو الأوتوسكوب ممكن يصير بيرفرويتد ممكن تخرم الأذن ويصير فيها انجريف عشان هيك منقول أنه عمليا لما بدك تيجي تدخل أو حتى تقطر في الأذن بالنسبة للكبار لازم أب وورد أباك وورد يعني لا لفوق وللخلف على عكس للأطفال لتيحت وللخلف هذا الكلام نازم نخلي بقنا منه أثناء عملية فحص الأذن أي فورم بادي ممكن أنا ألاحظه في الأذن لأنه على طول حيطلع زي ما قلنا دشارج أو يطلع كذا الفورم بادي ممكن يؤدي إلى لص أف هيرين أحيان يؤدي إلى ما يبطل يسمع بلبيتد إيركولا فور تكتشارز أن بين سنسيشن أن إيركولا أذن الخارجية يعني أو الكارتليج الخارجي ممكن أنا أفحص الملمس بتاعها أو أفحص إذا فيها بين أو فيها الأوريكال ستعتنا بتفحص فيها الملمس بتفحص فيها أي بين من خلال الحركة بتاعها موهبل without بين يعني تحرك الكارتليج الأوريكال يعني الكارتليج الخارجية ودائما بتكون صلبة الملمس يكون أو مشكلة خليتوا الجفان عشان ما نطولش عليكم ونراكم إن شاء الله المحاضرة القادمة بإذن الله فيما تبقى من الإير والنوز والتيث والأشياء الأخرى هعطيكم العافية ونراكم أخير